طبعا جاءت القديسة مريم العذراء لأنه كانت حامل ابتعدت عن مدينة الناصرة للظروف الصعبة لأنها كانت مخطوبة للقديس يوسف جاءت لتساعد أيضا ألي صباط وألي صباط أيضا عندما اكتشفت بالمعجزة أنها حامل جاءت واختبأت في هذه المنطقة وهي تعتبر منطقة حقول وبساتين جميلة اختبأت عن معارفها وعن جيرانها وعن بلدتها طبعا يقال أنه زكريا كان عنده كرم في هذه المنطقة وكانوا عادة في أيام موسم الحصاد وهذا العمل يأتون ليسكنوا في هذا المكان فهذا الشيء طبيعي أنه يأتوا ويسكنوا في منطقة تسمى بيت العزبي أو المنطار اللي بحسب الكتاب اللي هو برج في وسط الكرم اختبأت خمس شهور وطبعا جاءت القديسة مريم العذراء لتساعد ألي صباط في كل احتياجاتها طبعا هذا الكرم والكروم المحيطة على الجبال بتعبر عن جمال المنطقة ولسيما في موسم طبعا الثمار عندما ندخل الكنيسة منشوف مشهد هذا اللقاء بين ألي صباط وبين مريم ثم بتلاحظ واحدة من الصور الجميلة النبي أو زكريا الكاهن وهو يقدم البخور على مذبح البخور وطبعا منشوف أيضا مشهد مؤلم جدا مشهد قتل أطفال بيت لحم لأنه الملك هيرودوس الكبير أمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم والكورة المحيطة طبعا هذه الكورة محيطة ولسيما الصيط يحنى الكلب كان بيتكلم عن هذه المعجزة إذا افترضنا أنه ألي صباط كان عمرها أقل شيء ستين سنة وطبعا منشوف أيضا من خلال الصور اختفاء يحنى المعمدان بمساعدة الملائكة حتى تحافظ عليه لأنه جاء برسالة سماوية ليهيئ طريق الرب أمام المسيح يسوع